أعلنت شركة نفط الكويت أن عمليات السيطرة على البئر المشتعلة في منطقة الروستين شمال الكويت تسير وفق الخطة التي وضعتها إدارة الشركة وفي بيان لها أكدت الشركة أن هذه العمليات اجتازت مرحلة حرجة وحاسمة بهدف إغلاق البئر نهائيا تمثلت في تركيب غطاء خاص على رأس البئر وتحويل مسار تدفق النفط والغاز والشعل إلى حفرتين أرضيتين مخصصتين للتعامل مع هذا التدفق يذكر أن البئر التي تقع في منطقة الروستين شمال البلاد كانت قد تسببت في تسرب لغاز كبريتيد الهايدروجين في أكتوبر الماضي قامت على إثره الشركة بإشعالها لإيقاف تسرب الغاز ترجمة نانسي قنقر